المزيز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم أكد خبراء اقتصاديون في العراق أن الضريبة لديها أكثر من 100 تريليون دينار كما بالغة متراكمة منذ عشرات السنين ولم يتم تصفيتها أو تقديم حسابات ختامية بها وقال الخبراء أن الاستقطاعات الضريبية يتم استقطاعها من الوحدات الحكومية على وفق مشتريات من المجاهزين والمقاولين وغيرهم حيث أن العديد من الفواتير المقدمة إلى تلك الوحدات ليست حقيقية بل تقدمها جهات تقوم بالتلاعب باسم المحل أو نوع البطاعة وعندما تذهب الاستقطاعات إلى الضريبة فإن صاحب الفاتورة لا يقوم بالمراجعة لغرض استعادة المبالغ لأنها فواتر وهمية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق زاد من حيازته لسندات الأمريكية لأكثر من مليار دولار خلال شهر آب الماضي وقالت الخزانة الأمريكية أن حيازات العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر آب من عام 2022 ارتفعت بنسبة 3.2% لتصل إلى 35 مليار و 630 مليون دولار بعد أن كانت 34 مليار و 587 مليون دولار في شهر دموز الماضي وأضافة أن السندات العراقية قد تكون بضمانات طويلة الأمد بمقدار 23 مليار دولار و 430 مليون أو ضمانات قصيرة تلجر بمقدار 12 مليون دولار مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.44% من سندات العالم أعلنت هيئة الجمارك ضبط 12 حاوية مخالفة لضابط في مركز جمرك أم القصر الشمالي بمحافظة البصرة وقال تيئة الجمارك أنه تم ضبط 12 حاوية تحمل ملابس مستعملة و بطانيات مخالفة لضوابط الاستيراد في مركز جمرك أم القصر الشمالي وصلت الليرات السورية تدهورها مقابل الدولار مسجلة رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجزة 5000 ليرة مقابل الدولار الواحد وبحسب موقع الليرات السورية الذي يراقب أسعار الصرف في أسواق سوريا فإن سعر صرف الدولار تتراوح بين 4900 و5100 ليرة في محافظات البلاد المختلفة ويشكل هذا الرقم مئة ضعف سعر الصرف الذي كانت عليه الليرة مقابل الدولار قبل بدء الحرب في عام 2011 ارتفعت أسعار النقف في تعاملات الاسوية المبكرة للتقليص خسائر الجلسة السابقة وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت لتصل إلى 90 دولار و 55 سنة للبرميل وبلغ أخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 83.80 دولار و 95 سنة للبرميل يأتي ذلك في ظل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود من الصين على خلفية تقارير عن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدل لتحرير المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أما الآن فإلى أسعار صرف العملية الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر